ما هي أفضل منصة للربح؟ هل منصة وورد بريس أو بلوغر؟ وما هي المتطلبات في هذه المنصة؟ وماذا يناسبك أنت؟ وما هي التكلفة لكل منصة؟ السلام عليكم الناس التي ترغب في الريح من التدوين أو نقول الربح من كتابة المقالات هي التي تسأل هذه الأسئلة طيب أريد منكم قلم وورقة ويالله نتعرف على ما هو الشيء المناسب لك أولا إذا كنت تسأل عن ما هي أفضل منصة سوف أخبرك أن أفضل منصة وهي وورد بريس وبلوغر كلاهما أفضل ولكن السؤال الآن من هو الأفضل عن الثاني؟ هنا إذا أردت أن تشتغل في منصة وورد بريس المجانية وباستضافة مجانية فمنصة بلوغر تعد الأفضل لماذا؟ لأن بلوغر الذي يعد مجانيا يتوفر على حماية قوية من طرف جوجل نفسها تكون لديك مساحة غير محدودة قال بلوغر يعد كذلك أرخص ولكن السؤال لماذا نسمع دائما أن وورد بريس أفضل من بلوغر بالمئات المرات؟ فهنا على حسب كل شخص هناك من يرى أن جمالية الوورد بريس وهي أنها منصة حرة غير مرتبطة بجوجل ومدونة بلوغر مرتبطة مع جوجل بمعنى أي مخالفة تستوجب توقيف حسابك سوف تقول لك جوجل باي 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 وبالنسبة لي غير مهتم مهدم أنني أشتغل قانونيا فلا داعي للخوف لأنه من النازري أن يتم توقيف حسابك في مدونة بلوغر أما من ناحية الثانية والتي أراها هي الجمالية وهي القوة الدافعة لنجاح الوورد بريس وهي الأدوات التي يتم استخدامها في وورد بريس وهذه الأدوات كلها مدفوعة إذا استخدمتها فهنا سوف أقول أن وورد بريس أحسن من البلوغر ولكن تحتاج إلى تكلفة شهرية أو سنوية طيب إذا أردت أن يكون وورد بريس أفضل من مدونة بلوغر يجب عليك أن تكون لديك هذه الأمور أول شيء يجب أن تشتري له المساحة والتي يعني إذا أردت مساحة جيدة من 30 دولار إلى 500 دولار وكلما كان عندك ناس أكثر وجماهير أكثر كلما يجب عليك دفع دولارات شهريا يا 30 يا 50 يا 60 يا 100 على حسب الدغط الموجود يجب عليك شراء دومين من 10 دولار إلى 14 دولار وهذا مثل وورد بريس وبلوغر من ناحية ولكن أنت يكتب الآن أقل ضرر 30 دولار مساحة 10 دولار دومين أنت يكتب وسوف ترى هل أنت تستطيع أن تجعل من وورد بريس منصة أفضل من بلوغر أم لا تحتاج إلى قالب وورد بريس يعني الشكل أو الدزاين أو التيم الخاص به بسعر 50 دولار تذكر 30 10 50 وبالنسبة للمساحة والهوست نسيت ما ذكرتها يجب عليك الدفع 30 دولار أو 50 دولار أو 100 دولار شهريا آدات السيو يعني آدات سوف تعلمك كيف تختار العناوين الصحيحة والفرعية والتانوية والفقرات وهل معايير السيو موافقة بالمقالة التي كتبتها أم لا هذه الآدات سعرها 89 دولار شهريا آدات تصفية وحضر البريد العشوائي سعره 5 دولار لا أقول أنه مهم ولكن مهم جدا لمن يرغب في يعني تصفية البريد العشوائي وسعره شهريا 5 دولار آدات نسخ احتياتي للموقع الخاص بك والمقالة وجميع الأشياء الخاصة بك سعرها 195 دولار سنويا وليست مهمة ولكن مهمة للمواقع الكبيرة لربما يتم اختراقك أو ربما يتم تلف شيء في الملفات أو أشياء خاصة بك آدات الحماية التي تحمي وورد بريس لأن وورد بريس غير محمي وهذا هو الجميل في بلوغر بلوغر محمي من طرف جوجل لن يتم اختراقك إلا من طرف عبقري في الاختراق ولكن بالنسبة لورد بريس سهل الاختراق لهذا تشتري له الحماية والتي سعرها يبدأ من 199 دولار إلى 499 دولار سنويا يعني يقول من 200 دولار إلى 500 دولار سنويا من أجل ماذا حماية حسابك الورد بريس من الاختراق آدات تسريع الموقع السرعة هي الشيء الأساسي في الموقع السرعة في الهواتف خاصة فهذه الآدات لا بد منها لا بد منها فسعرها من 39 دولار إلى 555 هذه إذا أردت يعني السرعة جيدة أما هناك أقل طبعا ولكن من 39 دولار إلى 155 دولار إذن إذا أردت أن تعطي هذه الجمالية وهذه القوة وأن وورد بريس أفضل من بلوغر فيجب عليك أن تدفع سنويا 1900 أو إلى 2000 دولار سنويا إذا أردت أن تتحدد بكلمة أن الورد بريس أفضل من بلوغر أما من ناحية بلوغر فإنه يتوفر على الحماية ويتوفر على المساحة وكذلك الدومين فقط بعشرة إلى 13 دولار وأيضا قال فقط بعشرة دولار يعني أنت كل سنة سوف تدفع فقط 14 دولار ما بين 10 إلى 14 دولار سنويا فقط إلا أنه هناك بعض العيوب الموجودة في بلوغر أنه لا تستطيع أن تستخدمه كمنصة للتجارة أو أن بلوغر تتحكم فيك منصة جوجل أو أن بلوغر لا يحتوي على قوالب بتصميمات احترافية رائعة جدا مثل وورد بريس كذلك بلوغر لا يحتوي على هذه الأدوات التي يتوفر عليها الورد بريس فقط هذا والله تعالى أعلم وأعتدر إن أطلت عليكم في هذه دروس تعليمية وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته